تهدف هذه الزيارة التي قامت بها وزيرة النقل وسلامة الطرق فاتمي جوكوني ودي إلى مدينة أمهجر حاضرت مقاطعة البطحاء الشرقية إلى تفقد موقع الهادس الذي أودى بحياة أكثر من سلاسين شخص إلى جانب العديد من الجرحى والمصابين هذا هو أقب استراحة قصيرة تباهست الوزيرة مع المسؤولين المحليين حول التحقيقات الجارية وما قامت به اللجنة المحلية من أعمال ساعدت في نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الإلاج ومن ثم توجهت الوزيرة والوفد المرافق لها إلى مستشفى أمهجر لزيارة المرضى وتشجيع الأطباء والممرضين للمضي قدما في إنقاذ أرواح المواطنين كما شملت الزيارة أيضا موقع الحادث على الطريق الرابط بين عمهجر ومنغلمه واستمعت الوزيرة إلى شروح مفصلة من قبل المسؤولين وشهود أعيان وأبدت أسفها الشديد كما أكدت الوزيرة بأن الحكومة قد اتخذت التدابير اللازمة للوقوف بجانب المصابين وأسر الدهايع مع الأخذ في الاعتبار كل الوسائل التي تسهم في تحقيق السلام المرورية وتفادي الحوادث والخسائر المادية والبشرية مع تطبيق قوانين المرور والنظم المأمول بها وختم الوفد زيارته بتقديم واجب الأزاء لبأد من أسر الدهاية سائلين المولى عز وجل المغفرة والرحمة ويلهم زويهم الصبر والسلوان اشتركوا في القناة